بالنسبة للرئيس سعد الحريري بالقرار اللي أخده ومؤدمتك اللي أنت عم تحكي عنا اليوم هي بيصلب بتفكير الرئيس سعد الحريري اليوم لأنه الرئيس سعد الحريري اليوم عم بيفكر يرجع للنقطة اللي بلش منا مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الناس مع الطلاب بدل ما يحملوا برودة بعضهم على جسدها في عالم حمله إشهادات الحياة السياسية مبعد لألفين وخمسة بكل تعقيداتها حرب تموز سبعة أيار أمسان سود وان وي تيكت تسوية رئاسية وإلى ما هناك استنزفت هذا المشروع السياسي لأنه كان الرئيس سعد الحريري دائما عم بيقدم تضحيات من رصيده السياسي والشعب من أجل حياة أفضل للبنانيين وصل لمحال الرئيس سعد الحريري ما بيقدر يكون مثله مثل باقي الأطراف بحالة الإنكار اللي عم بيعيشوها تجاه الناس هو أول من قام بفعل أخلاقي أولا بعد ما قدم استقالة حكومته بعد ثورة 17-20 وأكمل هذا الفعل الأخلاقي اليوم بقراره العزوف عن خوض هذه الانتخابات لأنه أستاذ سلام فيه شغلة كتير دقيقة نحن بتيار المستقبل ونقول كلهم يعني كلهم أنا ما بشوف الرئيس سعد الحريري اللي عامل مؤتمر سادر لما نوصل للانهيار اللي وصلناه اليوم مثله مثل اللي عطى المؤتمر هلأ أكيد المسؤوليات تتخاوت ما بيقدر شوف الرئيس سعد الحريري عم يقارن بحسن نصر الله اللي عامل سبع أيار وورت لبنان بالحرب السورية وورت لبنان بحرب اليمن وعم يخذنا إلى المزيد من الاشتباك مع عمقنا العربي ومع الدول العربية وعلى رأس المملكة العربية السعودية ما في يحط جبران بسيل وسعد الحريري بنفس الميزان شخص بيقوم جبران بسيل بيقول ما فيكن تقوله كلهم يعني كلهم إلا نحن لا أنا عم رئيس حريري ما بقى بده يحط حاله برافو بالعكس ما نحن نهني بهذه الخطة وعم يفسح المجال أمام كل القوى التي تقول أنها قادرة على صناعة التغيير وقادرة على تخليص لبنان من سلاح حزب الله وقادرة على حل أزمة لبنان تخليص سلاح حزب الله هو شيء إقليمي منه شيء داخلي مسألة أكبر ولا حتى المعارضة أنت بتعرف كتار من اللي زايدوا على الرئيس سعد الحريري مما كانوا أهل البيت ومن حلفاء سابقين كلهم بزايدوا بهذا المحل مثل حكيم هلأ نحن منعرف عند الرئيس سعد الحريري كان فيها مواحد الفتنة السنية الشاعية هي خط أحمر هناك من كان يقتات من 2005 إلى اليوم على الفتنة السنية الشاعية بـ 8 أزار و بـ 14 أزار تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية هلأ القوات اللبنانية كانوا عم بحاولوا حتى بكلمته لسامير جعجع عم بيقول أنه عم بخاطب تيار المستقبل وخاطب المناصرين قال له كان بختلف مهم بس شو أنصدوا فيها ما هو أكثر ناس أكثر حداً عاكلكوا طعنوا لسعد الحريري بحسب كل انتوا الاتفاقات اللي عملتوها يعني مثلاً إحنا كنا عم نحكي أنه طيب ستاهمين فرنجية دعموا الرئيس الحريري فجأة طلع الحكيم وعمل اتفاق مع راب وإجا ونجبر بهالتسوية الحريري وصارت كله وصلنا اللي وصلنا له بيطلع هو بره وبيدله الباقي جوا هو ما طلع بره أولاً رئيس الحريري بارح حطلق فيديو بيحكي عن النصر الذي يولد من جديد نحن أرى الرئيس سعد الحريري منعتبره بداية لألنا بداية جديدة بالعودة لجزورنا ولجزور مشروع الرئيس الشهيد رفيد الحريري أكتر من هيك طيار المستقبل عنده رئيس اسمه سعد الحريري هذا الرئيس أعلن تعليق تعليق العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات والحياة السياسية بالمعنى التقليدي بيطلع الدكتور سمير جعجع بيقولك مصرون على التنصيق مع الأخوة في طيار المصر يا دكتور جعجع يا حبيبي نحن عندنا رئيس اسمه سعد الحريري بدك تنسق بتنسق معه نحن والرئيس سعد الحريري واحد الرئيس سعد الحريري هو شخصيا ما بينظر لنا وما بينظر لجمهوره على أنه أصوات انتخابية ولو بده ينظر على هذا الأمر كان كتير أمور من التسويات والمبادرات ما عملها